أكد الجنب الأوروبي اهتمامه الدائم بتعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا برز ذلك من خلال جولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة تطور ملموس شهدته العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعيدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقات متميزة تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر حيث يؤكد الجنب الأوروبي دائما اهتمامه بتعزيز تلك العلاقات في مختلف أوجهها خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا وبدأ شكل العلاقات قويا ومتينا خلال الأعوام الماضية وبرز ذلك في تنظيم عدد من الزيرات والمقابلات الرئاسية والوزرية فضلا عن انعقاد عدد من اللجان المشتركة وجوالات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة وكان على رأس تلك الفعاليات استضافت مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأعضاء بالاتحاد الأوروبية يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من فبراير من عام 2019 بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات نحو خمسين دولة من الجانبين وقد هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة كما استضافت مصر عددا من الفعاليات التي عقدت في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وقد قام السياسي الإسباني جوزيف باريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في سبتمبر من عام 2020 بزيارة مهمة إلى القاهرة بهدف تدشين حقبة جديدة من التعاون والتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وفي أكتوبر ونوفمبر من عام 2021 استقبل الرئيس عبد الفتاح أسيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي واكتمع مع تشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في باريس في نوفمبر من عام 2021 حيث حضر مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا كما التقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي في 11 نوفمبر من عام 2022 في مدينة بريست الفرنسية مع أرسولة فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية حيث أكد الرئيس سيسي الماكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل في ضوء الروابط المتشاعبة التي تجمع بين الجانبين وفي منتصف نوفمبر من عام 2021 أطلق وزير الخارجية سامح شكري بمشاركة المفوضية الأوروبية لشؤون الداخلية والمواطنة يالفا يوهانسون الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبية كما أن الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبية والتي عقدت على مدار يومي السابع عشر والثامن عشر من فبراير من عام 2022 بمقر الاتحاد الأوروبية كانت شاهدة على عمق العلاقات المصرية الأوروبية كما التقى الرئيس السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبية وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل في السادس عشر من فبراير من عام 2022 حيث رخب ميشيل بزيارة التاريخية الأولى للرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبية مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي فإنه يعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ غطى نحو 24.5% من حجم التجارة المصرية في عام 2020 وجاءت 25.18% من وردات مصر من الاتحاد الأوروبية و21.18% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبية كما بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبية نحو 24 مليار ونصف المليار يورو في عام 2020 كما بلغت واردات الاتحاد من مصر نحو 6 مليارات و400 مليون يورو